هدوء حذر في سقطرة وشبوى إثر تحركات عسكرية خطيرة للإطاحة بالسلطة الشرعية والسيطرة على المرافق الحيوية بأدوات عسكرية تدعمها الإمارات كل شيء بدى واضحاً أكثر من أي وقت مضى فأبو ظبي في عجلة من أمرها لسيطرة على أرخبيل سقطرة الذي تريده مكافأة عن مشاركتها الرياض معركة عسكرية في اليمن تبدو حتى الآن عبثية وكارثية هنئت محافظة أرخبيل سقطرة الواقع على المحيط الهندي بعقود طويلة من الهدوء والاستقرار والطبيعة الخلابة النادرة التي جعلتها واحدة من أكثر جزر نطاق شبه المداري ثراء بمكوناتها الطبيعية والحيوية على مستوى العالم لكنها اليوم تواجه مخاطر الانزلاق نحو عنف لا يعلم حدود تأثيراته على البنية الاجتماعية المنسجمة التي تتمزق بفعل الاستقطاب الإماراتي المغموس بالمال السياسي الذي لا يبدو سخيا رغم تأثيراته السلبية على حاضر ومستقبل سقطرة لن تجد الإمارات غطاء أفضل من استثارة المشاعر الانفصالية لتحقيق حلم الاستحواد على أرخبيل سقطرة لذا عملت الكثير خلال الأسبوع المنصرم ليبدو الأمر وكأنه هبة انفعالية لها علاقة بصراع اليمنين وخلافاتهم المتجذرة حول الوحدة والانفصال استدعت أبوظبي على حين غر رئيس الوزراء لزيارة رسمية لم يكن أي من المسؤولين على الشؤون الخارجية موجودا فيها وبدى الأمر وكأنه يأتي في إطار علاقة تتعافى بين أبوظبي والسلطة الشرعية لكن تطورات سقطرة وشبوة وضعت هذه الزيارة في سياقها الحقيقي كغطاء على التحركات الإماراتية الأكثر خطورة ضد الدولة اليمنية وفي السياق نفسه تأتي تحركات النخبة الشبوانية المدعومة من أبوظبي في محافظة شبوة والتي دشنت منذ أكثر من يومين هجمات منسقة ضد وحدات الجيش الوطني في مديرية مرخى بهدف السيطرة على المنشآت النفطية تلتها هجمات على مدينة عتاق تطورت إلى اشتباكات عنيفة مساء الأربعاء أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا في صفوف قوات النخبة واللوى 21 ميكا التابع للحكومة نجحت الوساطات في تهديئة الموقف بمدينة عتاق لكنها لم تفلح في كبح جماح تطلعات الأدوات الإماراتية إلى السيطرة على المحافظة توزعت معظم المحافظات المحررة بين سيطرة شبه كاملة لقوات انفصالية تدعمها الإمارات وقوات سعودية تنتشر بشكل مبالغ فيه كما يجري في المهرة لتعكس في الصورة الملامح النهائية للوضع في هذا البلد حيث الانقلاب الذي يزداد رسوخا في صنعاء والوضع الملغوم في معظم المحافظات المحررة مؤسسا لاحتلال لا تخطئه العين ترجمة نانسي قنقر